تطبيق زوم سنشاهد على هذا الموقع وهو موقع بلبين كومبيوتر أن أكثر من 500 ألف حساب تم اختراقها وتم نشرها على الداركواب أو الواب المظلم لذلك هنا سنقوم بتثبيت البرنامج من موقعه الرسمي الآن لتحميل البرنامج من الموقع الرسمي سوف نضغط هنا في الأعلى على resources ثم نضغط على download zoom client هنا تظهر مجموعة من الخيارات يمكن مثلا تثبيت زوم كإضافة إلى Microsoft Outlook وأيضا يمكن تثبيته كإضافة على المتصفحات مثل Google Chrome وFirefocus ولكن لتنزيل البرنامج للكمبيوتر سوف نختار الخيار الأول وهو zoom client for meetings ثم نضغط على download إذن هنا في الأسفل تبدأ عملية تحميل البرنامج والبرنامج بحجم صغير إذن هنا تم الانتهاء من تحميل البرنامج سوف نفتح مكان حفظ البرنامج سأقوم بنسخي هنا وضعي في سطح المكتب تثبيت البرنامج سهل جدا سوف نقوم بالضغط عليه ثم ننتظر حتى يتم تثبيته بعد تثبيت البرنامج سوف تظهر هذه النافذة سأقوم بالخروج منها ثم سوف نذهب إلى خانة البحث على شريط المهام سوف أكتب zoom إذن هنا يظهر التطبيق نقوم بالنقر عليه بزر الماوس الأيمن ثم تثبيت إلى شريط المهام وهنا سوف يظهر البرنامج في شريط المهام نقوم الآن بفتحه إذن البرنامج سوف يفتح بهذه الطريقة إذن هنا يظهر خيارين في البرنامج الخيار الأول هو join a meeting أي أننا سنقوم بالدخول مباشرة إلى اجتماع يتم إرسال رابطه إلينا بدون الحاجة إلى التسجيل في البرنامج ولكن إذا أردنا التسجيل في البرنامج يمكن هنا الضغط على sign in ثم هنا في الأسفل نلاحظ وجود sign up free أو يمكن هنا التوجه إلى الموقع أيضا الخاص بالبرنامج ثم الضغط هنا على sign up free إذن مباشرة سوف تفتح الصفحة الخاصة بالتسجيل على المتصفح إذن هنا في البداية سوف ندخل تاريخ الميلاد إذن هنا الشهر ثم ننقر على continue إذن الآن الموقع يطلب مننا إدخال email إذن هنا ويجب الانتباه وعدم إدخال email نقوم باستخدامه في حسابات أخرى مثلا مثل فيسبوك أو يوتيوب أو تويتر أو غيرها من الحسابات سأقوم الآن بالتجربة هنا من خلال email المؤقت ثم نضغط على sign up إذن هنا الآن تم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل إلى email سوف نفتح هنا email ثم نضغط على هذه الرسالة ثم نضغط على activate account الآن إذن هنا يسألك هل أن هذا الحساب هو حساب تابع لمدرسة أو حساب خاص بالنسبة لي أنا حساب خاص إذن سوف أضغط على now ثم continue الآن يجب هنا إدخال الاسم ثم هنا سوف نقوم بإدخال كلمة المرور ثم نعيد تأكيد كلمة المرور مرة أخرى ثم نضغط على continue الآن من خلال هذه النافذة يمكنك البدء في دعوة الآخرين للانضمام إلى zoom ولكن إذن هنا سوف أقوم بتخطي هذه المرحلة من خلال الضغط على skip إذن هنا الآن تم إنشاء الرابط الخاص بناه الذي يمكن إرساله إلى الآخرين للانضمام إلى الاجتماعات على zoom ولكن سوف أعود إلى البرنامج إذن الآن للدخول إلى البرنامج على الكمبيوتر يجب هنا كتابة الإيميل ثم الباسورد يمكن أيضا تفعيل هذا الخيار أي أننا في المرة القادمة لن نحتاج إلى إدخال الإيميل والباسورد مرة أخرى ثم نقوم بالضغط على sign in وبهذه الطريقة تم تثبيت برنامج zoom من الموقع الرسمي ويمكن الآن البدأ في استخدامهم وسوف نقوم إن شاء الله بإنشاء فيديوهات أخرى حول البرنامج وكيفية استخدامه وخاصة كيفية حماية الحساب إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أننا للشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته